ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطابة أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي المرحمة الذي لازمنا نواصل فيه المسير للجزء الثاني على التوالي في تفسير صورة النازعات صحبة شيخنا الكريم صاحب الفضيل الشيخ عمر ناجي الذي نبدأ معه أولى محاول هذا اللقاء بهذه اللوحة الدعوية قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرثاها متاعا لكم ولأنعامكم هياك الله شيخ عمر وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم في هذا اللقاء شيخنا لازمنا مع صورة النازعات ومع جزء عامة بداية شيخنا قبل أن نبدأ في هذه الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل يحب ذا لو تعطينا مجمل لأهمة نوناه اللقاء السابق حتى نربط بينه وبين موضعات هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تناولنا في الحلقة السابقة تفسير سورة النازعات وذكرنا أن الله جل وعلا أقسم في هذه السورة الكريمة بأوصاف ملائكته التي تنزع أرواح العباد مؤمنهم وكافرهم وكذلك أقسم ببعض صفاتهم الأخرى ككونهم يدبرون أمر السماوات والأرض فالمدبرات أمرا وكذلك كونهم ينشطون أيضا في طاعة الله تبارك تعالى ويسبقون في السابقات سبقا أو في السابقات سبقا يسبقون إلى أمر الله جل وعلا فينفذونه وكذلك يفعلون ما يأمرهم الله جل وعلا ولا يعصونه جل وعلا في أمر من الأمور يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم في طاعة وعبادة دائمة وذكرنا أن هذه الأقسامات أو الإقسامات هي لإثبات ما بعدها وهو أن البعث والساعة والنشور حق وأن هذا كائن لا محالة وفي هذا رد على المشككين في البعث والنشور والذين كانوا يكذبون به ويستبعدونه ولهذا بعد هذه السورة ذكر الله جل بعد هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى نموذجا أو قصة فرعون وهو الذي طغى وتكبر وتجبر ورد رسالة موسى عليه السلام وذكرنا سبحانه وتعالى مآله وعقوبته وعقوبة طغيانه وأن الله جل وعلا أخذه نكال الآخرة والأولى وأن هذا العذاب وهذه العقوبة هي عبرة لمن أراد أن يخشى الله جل وعلا ففي مثال عقوبة فرعون عليه لعنة الله ما يعتبر به الإنسان عموما سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن فعندما يسمع بمآل فرعون وعاقبة أمره فإنه يتذكر ويتبصر ويرجع عن غيه وطغيانه ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من آياته الكونية وهذا ما سنتنوله إن شاء الله في هذه الحلقة طيب شيخنا بداية هذه الآيات الكونية يعني ذكر الله عز وجل موضوع السماء وهذا البناء العظيم وفصل في هذه السماء يعني نلحظ في آيات القرآن الكريم عند سوق الآيات الكونية تكرار آية السماء يعني الهدف والغاية من مثل هذا التكرار هو لا شك أن أولئك المكذبين والمشككين بالبعث وقيام الناس من قبورهم بعد موتهم هو الذي دعاهم إليه هو تشككهم أو تشكيكهم في قدرة الله تبارك وتعالى على إعادتهم مرة أخرى فالله جل وعلا يلفت عباده جميعا إلى أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم مرة أخرى ويعيد أجسادهم بعد أن بليت وصارت عظام النخر قادر جل وعلا أن يعيدهم إلى هذه إلى الحياة مرة أخرى حياة أخرى يقومون فيها من قبورهم فلا شك أن ذكر السماوات والأرض وتكرار ذلك بل حتى الآيات الأخرى التي يذكرها الله جل وعلا والتي تدل على عموم قدرته جل في علاه هذه كلها لتثبيت أمر الساعة ولي بياني أن الله جل وعلا سيعيد الناس جميعا وهذا من مقتضى حكمته فالله تبارك وتعالى خلق العبادة في هذه الحياة وابتلاهم وفيهم الطائع وفيهم المسيء فيهم الفاسق وفيهم البر فيهم المعرض وفيهم المقبل وكذلك ما يقع بين الناس بعضهم لبعض من ظلم كذلك إذا ظلم الإنسان في هذه الحياة قتل وسفك الدمى الحرام وأخذ الأموال وانتهك الأعراض فإن الله جل وعلا إن لم يأخذ منه الحق في هذه الدنيا بأيدي أوليائه كما إذا يعني تمكن الحاكم أو السلطان منه بأن أقام عليه الحد وردعه عن ظلمه أو أو سجنه مثلا أو رد الحقوق إلى أصحابه فإن هناك يعني ملك الملوك جل وعلا الذي يأخذ وينتصف لعباده المظلومين من أولئك ظلمة فمقتضى حكمتي أن يكون هناك يوم آخر أو آخر يجازي الله سبحانه وتعالى فيه عباده فالذي يؤمن ويطيع ويلتزم أمر الله جل وعلا يلقى الإحسان والذي بخلاف ذلك ولهذا في آخر هذه السورة يقول ربنا جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة تدني فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فمن مقتضى حكمة الله جل وعلا أن جعل يوما بعد القضاء هذه الحياة الدنيا يجازي الله جل وعلا فيه عباده محسنهم يجازي الله تبارك وتعالى فيه عباده محسنهم ومسيئهم نعم يعني يمكن فهم يا شيخ أن هذه الآيات العظيمة يعني على عظمتها هي أعظم حتى من إعادة بعث البشر نعم وقد صرح الله جل وعلا بهذا في غير ما آيك قوله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقوله جل وعلا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا لا شك أن ما خلقه الله جل وعلا من آيات كونية أعظم وأشد من خلق هذا الإنسان والنقف قليلا حقيقة عند هذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي خلقه الله جل وعلا في أصله وهو آدم عليه السلام من تراب ثم من طين لازم وكذلك خلق نسله وجعل نسله من سلالة من ماء مهين جعل نسل هذا الإنسان من نطفة هذا الإنسان لو قررناه بالجبل كيف يكون يا شيخ زكري يعني ما لا شيء هذا جبل واحد من جبال هذه الأرض فكيف إذا قررنا هذا الإنسان بكوكب الأرض أو بالبلد الذي يعيش فيها يعني البلد الذي يعيش فيها فيها جبال وفيها صحاري وفيها وديان وفيها يعني مرتفعات ومنخفضات وسهول إلى غير ذلك وهضاب فإذا قررنا هذا الإنسان بالبلد فقط بلد واحد يعيش فيها فكيف إذا قررناه بقارة من قارات الأرض فكيف إذا قررناه بالقارات كلها فكيف إذا قررناه بالبحر واليابس لا تمثل إلا 29% من مساحة الكرة الأرضية فكيف إذا قررناه بهذا الكوكب الأرضي لا شيء هذا الإنسان فكيف وكذلك إذا قررنا هذه الأرض التي هي لا شيء أمام الإنسان بكوكب الشمس مثلا وهو أكبر من الأرض بكثير فكيف إذا قررنا الشمس أو الأرض بهذه السماء لا شيء هذه الأرض عبارة عن ذرة يسيرة في هذا الكون الفسيحة وهذا كله قبل السماء يعني هذه الأرضنا هذه عبارة عن كوكب في مجموعة شمسية ثم هذه المجموعة السمسية عبارة عن مجموعة ضمن مجرة من مجرات هذه السماء ثم هذه المجرة عبارة عن مجرة واحدة من مئات الألاف من المجرات في هذه السماء يعني قبل السماء ثم بعد ذلك السماء ثم بعد السماء ست سماوات ثم العرش ثم الكرسي ثم العرش والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقات في فلاء وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كنسبة تلك الحلقة إلى تلك الفلاء وفوق العرش يا رب العرش سبحانه وتعالى فهذا الإنسان لا شيء حقيقة يعني أو يتذكر الإنسان ويتبصر يعلم أنه بالنسبة للسماوات والأرض لا نسبة أصلا لا يمكن أن ننسب هذا المخلوق الضعيف الذي طوله محدود وعمره محدود ومساحة جسمه محدودة لا يمكن أن نقارنه بكوكب الأرض أو نقارنه بمجموعتنا الشمسية أو بمجموع المجرات أو بعد ذلك بالسماء الدنيا لا نقول السماوات السبع فهذا الله جل وعلا يلفت عباده لما يقول أنتم أيها المخلوقون أو أيها البشر أشد خلقا أم السماء لا شك من الجواب واضح بل هم كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله جل وعلا فإذا كنتم تؤمنون بذلك فكيف تستبعدون أن يبعثكم الله تبارك وتعالى والذي خلق ما هو أعظم منكم وأشد وأصعب وهذا كله على الفرض الجدلي كما قلنا مرارا وإلا في قدرة الله تبارك وتعالى ليس هناك شيء صعب ولهذا ربنا لما تبارك وتعالى لما يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه هذا ليس أهون عليه بالمعنى الحقيقي أن هذا هين عليه بل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى طيب شيخنا لو بدأنا بتفصيل ألفاظ هذه الآيات أأنتم أشد خلقا وهو في سياق ما ذكرتم سلمكم الله أأنتم أشد خلقا أم السماء فناها رفع سمكها فسوها يعني بداية بهذه الآية الأولى أهم ما يمكن أن يقال إضافة لما ذكرتم في قولها أأنتم أشد خلقا أم السماء كما قلنا نحن نقول أن الله تبارك وتعالى يرد وهذا تكرر في القرآن كثيرا يرد على المشاككين في البعث والنشور وإعادة الأجساد إليهم بعد موتهم يرد عليهم بخاذه المخلوقات العظيمة التي خلق الله جل وعلا في هذا الكون وهي السماوات فالسماوات أشد من نوع هذا البشر أشد منهم بكثير جدا بناها سبحانه وتعالى بنا هذه السماء وبيّن الله تبارك وتعالى أنه بناها في يومين وبيّن أنه جل وعلا بناها بقوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال تعالى في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات في يومين فالله جل وعلا قصد إلى السماء وهي دخان بعد أن خلق الأرض فسواها في يومين سبحانه وتعالى أو قضاها سبع سماوات في يومين وخلق الأرض قبلها في يومين وقدر أقوات الأرض في يومين فصارت ستة أيام وهذا هو الكون خلقه الله جل وعلا في ستة أيام وأما اليوم السابع فلم يفعل الله جل وعلا فيه شيئا بالنسبة للخلق واليهود تقول عليهم لعائن وربنا المعبود الذين ينتقصون الله تبارك وتعالى يقولون أنه استراح في اليوم السابع لما أصابه من العياء ورد الله جل وعلا ذلك في سورة قاف وقال جل في علاه وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِي ستة أيامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ يعني مَا مَسَّنَا مِنْ إِعْيَاءٍ وَتَعْبِ فبناها سبحانه وتعالى رفع سمكها فسوها يعني رفع بناءها جل وعلا لأن السمك كما يقول العلماء بمعنى الرفع أو بعض العلماء يقول رفع سمكها يعني جرمها لأن السماء كالسقف بالنسبة للبيت فالأرض هي القاعدة من صح التعبير بالنسبة للسماء كالك قواعد البيت يعني والسماء يعني سقف لهذه الأرض والله جل وعلا صرح ونص على أن السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظة فالله تبارك وتعالى جعل هذه السماء سقفا محفوظا وسواها جل وعلا وعدلها ولم يجعل فيها فروج ولم يجعل فيها شقوق وإنما تكون شقوقها وفروجها وانفطارها يكون عند انقضاء هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وقال تعالى إذا السماء انشقت فلكن في هذه الحياة الدنيا عندما ننظر إلى هذه السماء فإننا نجدها معتدلة الأرجام مستوية الأرجاء ليس فيها تفاوت وليس فيها شقوق كما قال جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الفروج هي الشقوق ومنه سمي الفرج فرجا وكذلك قال تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عامل وهو العزيز غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصرة هل ترى من فطور هل ترى من شقوق إذا السماوات فترة يعني شقت فليس فيها فطور وكذلك قال تعالى وبنينا فوقهم سبع شدادا يعني سبع سماوات قوية فالله تبارك وتعالى يلفت عباده إلى هذه الآية الكونية وهي السماوات وأنها في غير ما آية من كتابه وأنها أعظم من خلق الإنسان أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى سبحان الله طيب شيخنا المراد بالسمك كنا رفع سمكها سمكها قال بعض العلماء سمكها يعني ارتفاعها وقال بعضهم جرمها وصورتها يعني هذا قول وهذا قول طيب شيخنا بعد ذلك معنى أغطش في قوله وأغطش ليلها وأخرج ضحا وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها أغطش بمعنى أظلم والله تبارك وتعالى جعل الشمس علامة على النهار فإذا غاب هذا القرص قرص الشمس جاء الليل وجاء الظلام معه وذكر ذلك ربنا جل وعلا في سورة الإسراء فقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين يعني علامتين من علامة قدرته تبارك وتعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة محوناها يعني محونا نورها وضوءها وجعل الله تبارك وتعالى آية النهار مبصرة ففي هذه الدنيا هناك ليل هناك نهار فالله تبارك وتعالى أغطش ليل السماء بمعنى أظلمه وهذا طبعا لحكمة لأننا كيف نستريح إذا لم يكن هناك ليل وفي هذا يقول جل وعلا في سورة القصص قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فالله تبارك وتعالى جعل هذا الليل لكي يسكن الإنسان ويرتاح ويستعيد قوته ونشاطه فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى وأخرج ضحاها بمعنى أخرج نور نور هذه الأرض وجعل النهار مضيئا لكي يمشي الناس في أمور معاشهم وكذلك في أمر دينهم بمعنى عباداتهم وطاعاتهم لربهم جل وعلا طيب شيخنا بعد ذلك حفظكم الله انتقل إلى هذه الأرض التي نحن عليها فقال والأرض بعد ذلك دحاها وصف الأرض هنا بدحاها ما المراد به وهل هو يوافق أيضا لما هنا حقيقة هناك وقفة في هذه الآية وهي قوله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها هل يفهم من هذا أن الأرض خلقت قبل السماء جمهور أهل العلم على أن الأرض خلقت قبل السماء بدلالة سورة فصلة أو آية فصلة التي ذكرناها منذ قليل وكذلك بدلالة آية البقرة التي يقول الله جل وعلا فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وأما في هذه الآية فما هو جواب العلماء على هذه الآية وإن كان بعض العلماء كقتادة وغيرهم من المفسرين من علماء السلف قالوا بأن الأرض خلقت بعد السماء بدلالة هذه الآية لكن الجواب عن ذلك أن العلماء قالوا إن دحو الأرض دحو الأرض بمعنى بسطها ومدها وقع بعد خلق السماء فالله جل وعلا خلق أصل الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم بعد ذلك دحو الأرض بمعنى بسطها ومدها وآخرج ماءها ومرعاها طيب شيخنا بعد ذلك انتقل إلى الجبال أيضا هذه الآية التي تتكرر ذكرها أخرج منها ماء ومرعاها يعني أظن الآية واضحة أخرج منها ماءها بمعنى فجر الأرض عيونا وكذلك أجر الأنهار سبحانه وتعالى لكي يشرب الناس وتشرب مواشيهم ويستفدون من هذا الماء في زروعهم وثمارهم وكذلك في استعمالاتهم الأخرى وهذا من المنة الإلهية لربنا جل وعلا على عباده فالله تبارك وتعالى امتن بالماء في غير ما آية وانزلنا من السماء ماء طهورة واجعلنا من الماء كل شيء حي وفي آيات كثيرة ذكر الله وحجرنا الأرض عيونا فهذه كلها من منة الله أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن وهو السحاب أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فالله تبارك وتعالى يريد من عباده يعني أن يشكروه على هذه النعم التي أنعم بها عليهم وهذه يفترض فيهم أن تحملهم وتجعلهم يوحدون الله جل وعلا ويفردونه بالعبادة ويعرفون نعمة الله جل وعلا عليهم نحن أخرج منها هماءها ومرعاها مرعاها أي مرعى دوابهم ومواشيهم قد يقول قائل أين ذكر الإنسان أو يعني منافع الإنسان في هذه الآية لأن الله جل وعلا ذكر الماء والمرعا والمرعا للمواشي والدواب قال العلماء إذا كان الله تبارك وتعالى لم يغفل عن العجموات البهائم العجموات فكيف يغفل عن الإنسان المكلف فهذا من باب فحو الخطاب كما يقول العلماء أن الله تبارك وتعالى ذكر مرعى البهائم إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سيمتن على ما هو أعلى من باب أولى طيب شيخنا والجبال أرساها والجبال أرساها بمعنى ثبت هذه الأرض بهذه الجبال لأن الأرض بدون الجبال لا تثبت فالله تبارك وتعالى وضع في هذه وهذا ذكرناه طبعا في سورة لو تذكر في سورة عما يتساءلون في سورة النبا ذكرنا أن من فوائد هذه الجبال أنها تثبت الأرض وتجعلها لا تميت والله تبارك وتعالى ذكر هذه القضية في غير مآية والجبال أرتادة والجبال أرساها فالله تبارك وتعالى أرس هذه الأرض وثبتها بهذه الجبال وقلنا أن الجبال أرتادا بمعنى أن هذا الجبل الذي تراه شامخا في السماء هو في حقيقته له وتد يذهب غائصا في الأرض مسافة أعلى من ارتفاع الجبل فوق الأرض بل قال بعض العلماء أن هذا الجبل ربما يظهر ثلثه أو ربعه فقط وأما بقيته فهو وتد داخل الأرض عبارة عن كتلة صخرية كالوتد كوتد الخيمة الذي يربط بها ويثبتها من شدة الرياح ونحو ذلك فكذلك هذه الجبال لها أوتاد داخل الأرض تثبت هذه الأرض أن تميد بنا وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولهذا يوم القيامة إذا أراد الله أن تزلزل هذه الأرض تذهب هذه الجبال وينصفها الله تبارك وتعالى من أماكنها ويسيرها سبحانه وتعالى كتسيير السحام طيب شيخنا نختم بهذه الآية لهذا المحور متاعا لكم بعد ذكر هذه الآيات كافة وهذه النعم وهذه الآيات الكونية أيضا قال متاعا لكم ولأنعام نعم هنا لما قلنا إنه لم يذكر هناك ما امتن به على الإنسان إلا في قضية الماء أخرج منها ماءها طبعا هذا ليس واضحا لكن المقصود أن الماء ينتفع به الإنسان وتمتع به الإنسان لكن لما قال هنا متاعا لكم ولأنعامكم فكل ما ذكر من هذه الآيات هي لأجل أن يتمتع الإنسان يعني مدة من الزمان على وجه هذه الأرض ثم بعد ذلك يموت الإنسان وينتهي ويفنى وتأتي خلاق أخرى إلى أجل يقضي الله تبارك وتعالى فيه هذه الحياة الدنيا وبعد ذلك ينفخ إسرافيل عليه السلام نفختين في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة البعث والنشور ويقوم الناس جميعا لرب العالمين ساك الله خير شيخنا الكريم وبرك الله فيكم وفي علمكم وننتقل معا للمحور الثاني الذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى حياكم الله ومشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نصدف به صاحب الفضيل الشيخ عمر ناجي حياك الله شيخنا شيخنا بعد ذكر هذه الآيات الكونية انتقل إلى الموضوع البعث وموضوع يوم القيامة فقال سبحانه فإذا جاءت الطامة الكبرى سؤال يتكرر دائما وقضية تسمية اليوم القيامة بعدة أسماء هل هي أيضا تعتبر أوصاف لهذا اليوم أم هي فعلا أسماء أهم ما يمكن أن نقال في هذه الآية الشيخنا الكريم نعم هو كما قلنا محور هذه الصورة يدور على قضية البعث والنشور وجزاء الأعمال في الآخرة كما هي حال الصور المكية التي تعالج قضايا كان عليها يعني كان كان كفار قريش لا يؤمنون بها ولا يصدقونها فالله التبارك وتعالى قال في هذه الآية فإذا جاءت الطامة الكبرى قال العلماء الطامة الكبرى هي القيامة ووصفها الله جل وعلا بأنها كبرى لأنها عظيمة وشديدة وأنه لا أطم منها لأن معنى طم الماء بمعنى أنه غلب وارتهى وعلى فهي طامة بمعنى داهية عظيمة جدا يتشيب لها الولدان وترى الناس فيها سكارة وماهم بسكارة وكذلك يحدث فيها من الفزع ومن الهلع ما يحدث في هذا اليوم العظيم الله تبارك وتعالى وصفها هذا اليوم بأنها صاخة وقارعة وواقعة وزلزلة إلى آخره وآزفة أزفت الآزفة فإذا جاءت الطامة الكبرى أي أنها تطم على كل طامة وكل داهية عظيمة هذه تكون أعلى منها كما قال تعالى في سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى فوصفها بأنها كبرى يعني كبيرة جدا لأنها يعني تقلق الناس وتجعلهم يفزعون وتجعلهم يخافون ويهلعون فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني حين يقوم الإنسان من قبره أو حين يقوم الناس جميعا من قبورهم يتذكرون ما سعوا في هذه الحياة الدنيا فالله تبارك وتعالى قال في كتابه أحصاه الله ونسوه فحين يخرج الله جل وعلا للإنسان الكتابة كتابه أو صحائف أعماله التي عملها في هذه الحياة الدنيا والله جل وعلا أرصد علينا ملائكة ترصد تكتب علينا كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد تكتب علينا الخير والشر وكل ذلك سيلقاه الإنسان في صحائف أعماله ولهذا يقول الله عن المجرمين يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وجد ما عملوا حضر فالإنسان يطلعه الله جل وعلا بوسطة ملائكة على صحائف أعماله على كتاب أعماله ينظر فيه فيتذكر ذنوبا فعلها وأسلفها ولكنه نسيها فالله تبارك وتعالى لم ينساه وكل صغيرا وكبيرا مستطر واليهود لما قالت يد الله مغلولة وقالت إن الله فقير ونحن أغنياء ماذا قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وقال تعالى في سورة الزخرف ورسلنا أي ملائكتنا لديهم يكتبون يعني يكتبون لدى العباد المكلفين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فكل ما يعمله الإنسان مكتوب عليه ولهذا الإنسان يحذر يحذر من خلال هذه الآيات أن يعمل أعمالا سيئة يسود بها وجهه يوم القيامة أو يفضح ليده بالله بين الخلائق فعلى الإنسان أن يتفكر في هذه الآيات الكريمة يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل في هذه الدلم الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يعني يراه هذا الإنسان المكلف الآخرة في صحائف يحضرها الله تبارك وتعالى وتوزع على جميع الخلاق فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشيء ماله شيخنا هل ينفعه هذا التذكر في ذلك الموقع لا لا ينفعه لأن الله تبارك وتعالى يقول يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يعني وكيف له الذكرى لأنه ما في مجال العمل ما عمل هنا ولهذا الإنسان إذا مات انتهى زمن امتحانه الله جل وعلا خلقنا في أدل الحياة للابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله فإذا مات الإنسان خرجت روحه فإن عمله ينقطع إلا ما جاء في السنة من أن أمورا ثلاثة إذا مات الإنسان بقيت يجري عليه ثوابه وأجره وهي علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له لكن إذا مات الإنسان الأصل أن عمله ينقطع فالإنسان يحذر أن يموت على معاص أو كبائر أو تارك للصلاة أو تارك للزكاة أو يتعامل بالربة والعياذ بالله أو سائر ذلك أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها يحذر الإنسان ويترقب الإنسان كما قلت إذا مات انتهى عمله كما قال النبي عليه الصلاة إذا مات في صحيح مسلم الحديث يبي هرير رضي الله عنه إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاث فالعمل ينقطع بمعنى الملكة لا تسجل عليك شيئا فليستغل الإنسان عمره وحياته فيما يقربه إلى مولاه ينبغي عليه والله ينبغي عليه أن لا يضيع ثانية وجاء في السنة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن أهل الجنة ما يتحسرون على شيء تحسرهم على ساعة مرت عليهم يعني ساعة هنا بمعنى لحظة مرت عليهم لم يذكروا الله جل وعلا فيها وتكون عليهم حسرة يوم القيامة ترى أي حسرة وكذلك الإنسان أخبرنا ربنا جل وعلى أنه إذا جاءه الموت يعني يندم على ما فرط بل حتى المؤمن يندم أنه لم يزدد إحسانا كما جاء في السنة يندم على أنه لم يزدد إحسانا لأنه خلاص يعرف إذا جاءه الموت يعرف أنها الدنيا لا شيء نعم طيب شيخنا بعد ذلك قال سبحانه وبرزة الجحيم لمن يرى هنا أسأل عن معنى البروز للجحيم وهذه النارة وهذا الجحيم هل يراه كل الخلق مؤمنهم وكافرهم وأيضا أم هو خاص بالكافرين ومثلا العصاه نعم لا هذا الجحيم يؤتى بها يوم القيامة يؤتى بها يوم القيامة ويراها جميع القلق لأن العلماء ذكروا في قولي تعالى أننا سورة القرآن اسمها سورة الجاتية سورة الجاتية ما معنى الجاتية الجاتية هي هو هي يعني بمعنى الجثو على الركب يعني النزول على الركب عندما يقف الإنسان هكذا ينزل على ركبتيه ويكون جالسا على ركبتيه على الأرض هذا هو الجثو جاتية وترى الله يقول فيها في هذه السورة وترى كل أمة جاتية كل أمة أرسل لها رسول تراها جاتية ما معنى كيف جاتت جاتت قال العلماء من رؤية النار إنما الله جل وعلا يأتي بالنار وجاء في صحيح مسلم أن أوصف هذا المجيء للنار لأن الله قال في القرآن والقرآن مجمل يعني وحيانا يفصل وجاء يومئذ بجهنم قال النبي عليه الصلاة يؤتى يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام زمام مثل حبل يعني مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فهم حوالي أربع مليار وتسعمائة مليون تقريبا هؤلاء ملايك كلهم لجر النار فيؤتى بها والناس على أرض المحشر فإذا راها الناس جثت من شدة الهول جثت على رقبتين وأما قولت على هنا وبرزت الجحيم أي أظهرت وبينت صارت واضحة وبينة ومنه البراز أو المبارزة المبارزة يعني خروج شخصين لمكان فاضل ليتبارزاني بالسلاحة أو بالسيوف وكذلك منه المبارزة كما قلنا والبراز كانت الناس قديمة العرب لم يكن في بيوتها أماكن لقضاء الحاجة مثل ما يقال لأن دورات مياه وإنما كانوا يذهبون إلى البراز يعني المكان الفاضي لكي يقضون حاجاتهم فمعنى البروز هنا أي ظهورها للناس ومشاهدة الناس له وهذا طبعا يعني مرة معنا أعتقد في سورة الكهف وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضها أي ظهورها وعرضها على الكافرين طيب شيخنا بعد ذلك ذكر الصنف الأول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي الموأ بداية ما معنى طغى هنا وما هو تعريف الطغيان الطغيان هو كما يقول العلماء هو مجاوزة الحد هو مجاوزة العبد حده العبد هذا المخلوق الضعيف خلقه الله لعبادته وطاعته فإذا تجاوز حده ادعى الربوبي أو ادعى الألوهية أو ادعى استغناءه عن الله فقد طغى ولهذا انظر يا أخي إلى فرعون فرعون قال أنا ربكم لعلى ولهذا الله ذكر يعني نموذجا كما قلنا من طغيان الطغات في هذه السورة كفرعون نموذجا فإن الله تبارك وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى ففرعون يعني تجاوز حده عذب بني إسرائيل استحيى نساءهم ذبح أولادهم سخرهم في خدمته قتل من قتل وسجن من سجن فكان طاغيا وفوق ذلك دعى أنه له ملك مصر وأن هذه الانهار تجري من تحته وكذلك يعني الدعى الربوبي ومن بعد ذلك الألوهية هذا الطغيان أيضا قال الله تعالى إن الإنسان لا يطغى أرآه استغناء أرآه استغناء الإنسان إذا حس بغناه عن ربه طغى إذا حس بغناه عن ربه نسي مولاه وخالقه طغى ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا أيضا نموذجا آخر في بني إسرائيل وهو قارون الذي بغى على قومه لماذا بغى على قومه لأن الله جل وعلا آتاه من الكنوز ما إنما فتيحه لتنؤ بالعصبة وللقوة فلما كان هذا حاله ونسب الفضل لنفسه لموتيته على أن من عندي طغى بسبب ذلك فالإنسان عليه ألا تطغيه الحياة الدنيا ألا يطغيه المال ألا يطغيه السلطان ألا يطغيه الجاه ألا يطغيه النسب فكل الجمال مثلا القوة لأن هذا كله زائل الإنسان يكون رئيسا ثم يكون في التراب يكون ملكا ثم يموت برصاصة أو بانقلاب أو يأتي من يقتله أو يمرض بالسلطان أو نحو ذلك فيموت وينتهي أو يأتي حتى يموت موتة طبيعية هذا الملك الذي كان يعني يشار إليه بالبنان ويعني يسارع في خدمته وتنفذ أوامره يعني يكون بين عشية وضحاها يكون في جملة الأموات هذا يدعو الإنسان إلى أن يتذكر هذه الحياة وأن لا يطغى وأن لا يتجاوز حده فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني قدم الحياة الدنيا على الآخرة قدم الحياة الدنيا على ما خلقه الله من أجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى بعض الناس يعني يؤثر العمل على صلاة الفجر فتجده فتجد أن عمله يبدأ الساعة السابعة صباحا وقبل ذلك بساعتين أو نحو ذلك صلاة الفجر صلاة الفجر أمر الله بالقيام لها وبالاستيقاض لها وبصلاتها وأدائها في هذا الوقت ابتلاءا وامتحان حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فيأتي لا يقوم لهذه الفريضة التي فرضها الله ولكن أهو بعد ساعتين يستيقض وكأن شيئا لم يحدث يذهب إلى عمله هذا ألم يؤثر الحياة الدنيا؟ ألم يؤثر الحياة الدنيا؟ أو أنه مثلا مأنع الزكاة أو أنه بخن بالزكاة هذا أيضا آثر الحياة من الذي آتاك هذا المال؟ الله يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فالذي آتاك هذا المال هو رب هذا المال وهو الله جل وعلا وإنما استخلفك فيه ابتلاء وامتحان منع غيرك وعطاك أنت لكي يمتحنك هل تخرج الزكاة منه؟ وكم هي الزكاة؟ 2.5% أعطاك 97.5% وأراد منك 2.5% فقط تخرجها كل سنة لأصحاب الحقوق لهم الفقراء والمساكين فإذا بخلت به لا شك أنك آثرت الحياة الدنيا على الأخير ولهذا الله يقول ومنهم من عهد الله لأن آتانا من فضله لأن الصدق كان فقيرا فقال لو جاءني فضل مال من الله تبارك وتعالى لا أصدقا ولا أبنينا المساجد ولا أفعلا ولا أخرجنا الزكاة فلما جاءه من فضل الله بخل به بخل به ولم يعني يوفي بعهده الذي عهد الله به نعم طيب شيخنا بعد ذلك ذكر الصنف الآخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى يعني أبرز ما يمكن أن يقال أو لهاتين الآيتين الأخيرة الأول قال فيه جل وعلا فإن الجحيم هي المأوى الجحيم اسم من أسماء النار الجحيم وجهنم فهي المأوى يعني هي المستقر الله هي المستقر وهي المكان وهي المرجع والمصير لهذا الذي طغى وآثر الحياة الدنيا فإن كان طغى طغيان كفر فهذا مآل جهنم خالدا مخلدا فيها وإن طغى يعني وكان مؤمنا موحدا فالله جل وعلا يحاسبه على تكبره وعلى طغيانه وخاصة إذا دعاه ذلك الطغيان إلى أن يظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم فإنه يعذى في هذه النار قدرا ثم بعد ذلك ما دام مات على التوحيد يخرجه الله جل وعلا برحمته من جهنم وأما الصرف الثاني فهم الذين خافوا مقام ربهم جل وعلا يعني مقام ربهم قال العلماء أي وقوفهم بين يدي ربهم جل وعلا فالإنسان المؤمن دائما ديدنه حقيقة وهذه ينبغي أن يعيها كل مستمع وكل مشاهد لنا الآن يجب عن الإنسان أن يتذكر الآخرة دائما وأبدا يجب أن تكون الآخرة على ذكر من نفسه يتذكر هذه الآخرة يتذكر الساعة يتذكر القبر يتذكر القيامة يتذكر وقوفه بين يدي الله كيف ينجو ولهذا الله قال في القرآن قال فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز فالفوز الحقيقي هو أن تفوز في الآخرة لا أن تفوز في الدنيا هذه الدنيا زائلة مهما حصلت فيها فإن هذا سيرحل عنك أو ترحل عنه يذهب عنك أو تذهب عنه إذا مت انتقل المال والبيت والقصر والأموال والأرصدة إلى ورفتك تقاسمون في بينهم وأنت تحاسب عليها يوم القيامة كل ذلك تحاسب على كل ذلك وقيمة فلماذا يعني يشقى الإنسان ويتعب نفسه ولا يتذكر آخرته ولا يتذكر ولا يأخذ الزادة لهذه الآخرة التي بها نجاته فعلى الإنسان أن يخاف مقام ربه لأنه إذا خاف مقام ربه سيعمل لأجل هذا الخوف ويعمل لأجل هذا اليوم الله جل وعلا إذا فعل الإنسان ذلك بيّن جزاء من خاف مقام ربه وقال تعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيّن الله فيما عيناني تجريان فيما من كل فاكية زوجان فبيّن الله تبارك وتعالى أن لهذا الذي يخاف مقام ربه جنتان جنتان من ذهب كما قال النبي عليه الصلاة آنيتهما وما فيهما ثم قال ومن دونهما جنتان فبيّن الله فيهما مذهامتان يعني شديداء الخضرة فبيّن الله يربكما تكذبان فيهما عيناني نضاختان يعني أيضا كذلك هاتان جنتان لكنهما أقل فالأولى للمقربين والثانية لأصحاب اليمين فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء النفس هنا ما هي النفس يا زكريا هي النفس الأمارة بالسوء لأن النفوس عندنا ثلاثة نفس مطمئنة ونفس الأمارة بالسوء ونفس لوامة فالنفس لوامة تلوم الإنسان إذا وقع في المعاصر والذنوب بعدما يقع يعني يتندم ويرجع إلى نفسه وماذا فعلت ذلك وكيف أنا فعلت هذا ويندم على أن الشيطان غره واتبع خطواته حتى أوقعه في المعاصر هذا المؤمن وأما النفس اللوامة وأنما النفس الأمارة هي التي تأمر الإنسان بالسوء فإذا زم نفسه ومنعها ونهاها عن الوقوع في الإثم والمعاصر هذا هو الذي ينجو لأنك أنت في صراع مع هذه النفس إذا استسلها القياد ذهبت بك كل مذهب يعني إذا جئت تنام ولم يعني يأتي في قلبك أن تقوم لفريضة الفجر خلاص استمرت بك هذه النفس أرقد عليك نوم طويل لكن المؤمن لا يخاف الوقوف بين يدي الله يخاف أن يحاسبه اللهم جل وعلا على ما افترضه عليه فتجده ينهى نفسه عن الهوى لأن هوى النفس في راحتها وفي ركونها إلى هذه الدنيا فالمؤمن لا ولهذا في الحديث الصحيح الذي يخرجه البقاري المسلم حفت النار بماذا بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره أو حجبت في رواية حجبت يعني أنك يعني بينك وبين النار الشهوات إذا وقعت فيها إذا وقع فيها الإنسان سقط فيها دي الله وأما الجنة فمحفوفة بالمكاره بمعنى هناك صلاة ووضوء وزكاة وصوم وحج وواجبات يقوم بها الإنسان من صلة رحم وإحسان جوار ونحو ذلك وطعات أخرى كثيرة فإذا اقتحمت هذه المكاره وعملتها وأتعبت نفسك في عملها كذلك الصيام الاثنين والخميس وصيام العرفة وصيام عاشورة وصيام ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم وهذه الأمور المستحبة صيام شعبان صيام اليوم المحرم هذه لا شك أنها ثقيلة على النفس مكروهة للنفس قيام الليل كذلك يعني لا يستطيعه إلا من وفقه الله جل وعلا فإذا اقتحمت هذه المكاره التي هي مكاره حقيقاتك في هذه الدنيا وصلتك إلى الراحة والسعادة والهنى والرضا في الآخرة فإذا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي دار السعداء هي مقره هي مستقره هي دار رحمة الله تبارك وتعالى وردوانه نعم زاك الله خير شيخنا الكريم مبارك الله فيكم وفي علمكم ولنتقلوا معا للمحور الثالث والأخير الذي نستهله بعاده اللوحة الدعوية قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها حياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الذي نصديفه فيه صاحب الفضيل الشيخ عمر ناجي شيخنا وصلنا إلى قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها المراد هنا بالساعة الساعة هي القيامة الساعة هي القيامة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فطبعا هذه السورة مكية والمشككون في مكة والمكذبون بالبعث والقيامة والساعة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم ولكن كما قال العلماء كان سؤالهم سؤال إنكار واستبعاد ولهذا ربنا قال في كتابه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعن الساعة تكون قريبة يعني لو قلنا للإنسان الآن أو يعلم الإنسان أنه سيموت ولا شك هذا حقيقة يعني وواقع فلو قال متى سأموت هل في هذا لو أجبناه لو عرفنا الجواب هل في هذا فائدة ما فيها فائدة فالله تبارك وتعالى ليس هناك فائدة في إعلامك بوقت موتك لكن الفائدة الحقيقية هي أنك كيف تموت ولهذا أخفى الله جل وعلا علم الساعة عن الناس بل أخفى علمها على أعلم ملاكته وهو جبريل عليه السلام وأعلم البشر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه السلام كما في الحديث صحيح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسئلة كان في أخيرها قال متى الساعة؟ جبريل يسأل وكان بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني ما المسؤول عنها وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل غير جبريل فالعلم الساعة أخفاه الله جل وعلا على جميع خلقه ملائكته وإنسه فيسألك الناس عن الساعة أو كما قال هنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها مرساها يعني رسوها يعني وقتها واستقرارها ومنتهاها فالله جل وعلا يقول فيما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها أي أنت يا محمد ليس لك علم من ذكرها حتى تجيبهم عليها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها أي علمها إلى الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو جل في عنا لا يجليها لوقتها أي لا يظهرها لوقتها التي وقته الله جل وعلا لها إلا هو سبحانه وتعالى إلى ربك منتها أي علم وقوعها إلى ربنا جل وعلا إنما أنت منذر من يخشها طيب لماذا خص الله جل وعلا هنا أهل الخشية بالإذار قال العلماء لأن أهل الخشية هم الذين يعملون لأجل الساعة لأنهم مشفقون منها ويعلمون أنها الحق فالذي يتذكر هذه الساعة ويخاف منها ويخشاها هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويخشى قيامه بين يدي ربه ومقامه بين يديه إنما أنت منذر من يخشاه لأن الذي ينتفع بها على الحقيقة هو الذي يعمل لها إذن ما فائدة السؤال عن الساعة سؤال تعنت أو استبعاد أو إنكار لا يستفيد الذي يسأل ذلك لكن لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إن شاء بعض الأعراب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فكان يحيلهم على ماذا على العمل ماذا عددت لها قال عددت لها حب الله ورسوله قال المرء مع من أحب فالإنسان الأهم من وقت وقوعها الهم منه هو العمل والاستعداد لهذه الساعة لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته أو قامت ساعته بمجرد ما تخرج روحه أو قبل حتى خرج روحه تنزل عليه الملائكة فإن كان من أهل الإيمان نزلت عليه ملائكة الرحمة وإن كان من أهل الفسوق والعصيان نزلت عليه ملائكة العذاب تقبض روح وإن كان كل الأرواح يقبضها ملك الموت لكن بعد ذلك إما أن يسلمها لملائكة الرحمة أو يسلمها لملائكة العذاب نعم طيب شيخنا الآية الأخيرة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو رحها إذا قامت هذه الساعة وجاء بهؤلاء المكذبين والمشككين لها حينما يروا هذه الساعة يتذكروا لبثهم إما في قبورهم كما قال العلماء أو لبثهم في الدنيا كأنهم لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية وهو ما بين الزوال إلى غروب الشمس أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يعني كأن الحياة الدنيا مرت عليهم مرة سريعا ولهذا ربنا يقول في أثر سورة الروم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة ما لبث غير ساعة يعني غير لحظة لأن الساعة في لغة القرآن هي الوقت اليسير جدا ليس الساعة لستين دقيقة يعني حقيقة إذا يعني مثلا قارننا أرض المحشر بس زمن المحشر خمسين ألف سنة يا أخي الدنيا منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا شوف هذه الأمم التي أقبرها الله عنها في كتابه أمم سادة وبادت ولكن هذا الزمن لا يصل ربما إلى عشرين ألف سنة أو خمسة عشر ألف سنة أو خمسة عشر ألف سنة لكن في طول هذا اليوم فقط في أرض المحشر خمسين ألف سنة فلا شك أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا ستين سنة ما هي ستون سنة مقارنة بزمن مدة أرض المحشر وهو قبل الاستقرار في الجنة أو في النار ولكن أهل الإيمان لا شك أن الله تبارك وتعالى يخفف عليه مدى الوقوف ويدخلهم الجنة بأسرع ما يكون كذلك مثلا حقيقة إذا وصل الإنسان ثمانين سنة لو قلت لإنسان عاش ثمانين سنة كيف ترى هذه السنين يقول لا شيء كأنه يدخلتم من باب وخرجتم من باب نحن الآن الذين تجاوزنا الخمسين لا نشعر بأننا عشنا كثيرا فكيف إذا جاء يعاين الموت لا يحس تصغر هذه الدنيا في عيني ولهذا يتمنى الرجوع قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركتك الآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي حتى وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وكن من الصالحين فالإنسان يكون غافل 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 حتى تينزل الموت بساحته فيتذكر واهتمني الرجوع اهتمني الحسنات اهتمني يزد من الإحسان والطاعات حتى يعني ينجو يوم القيامة كأنهم يوم يرونها أي الساعة لم يلبثوا في هذه الحياة الدنيا أو في قبورهم كما قال العلماء إلا عشية أو ضحاء وهو زمن يسير يجعل الإنسان حقيقة يزهد في هذه الحياة الدنيا ولا يركن إليها ولا يغتر بها الله جل وعلا حذرنا في آيات كثيرة من هذه الدنيا أن لا نركن إليها وضرب لنا الأمثلة بهذه الحياة إنما مثل حياة الدنيا كما أن ننزلناه من السماء فاختلط به نمات الأرض فأصبح شيء من تدرر رياح وكان الله على كل شيء مقدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالله تبارك وتعالى زهدنا في هذه الدنيا وضرب لنا الأمثال بها كي نحذرها ولا نغتر بها ولا نركن إليها وإنما نستعد للآخرة بالعمل الصالح والتزود بالتقوى أقول هذا القول والله أعلم أزاك الله خير شيخنا الكريم وبرك الله فيكم وبهذا تمت الصورة أزاكم الله خير والشكر أيضا موصل لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختام هذا اللقاء لا يساعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل من بعد شكر الله لصاحب الفضيل الشيخ عمر ناجي على ما أجاد وأفاد وقدم والشكر أيضا موصل لكم على حسن المتابعة حتى نلتقي في حصة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر